في الحالة زي ما شفنا في التقرير التحرك كان سريع جدا من رئاسة الجمهورية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية الأزمة اللي ترأسها بأمر رئاسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مادمولي صدر بالفعل عدد من القرارات ضد شركات السياحة المخالفة واعتقد ان دي بداية يعني ايه حل الأزمة اللي اعتقد حيبق لها تبعات بعدك يعني خلونا نتكلم أكتر عن الاجتماع بتاع مبارح وأسباب المشكلة وإزاي كان ممكن نتلفاها في أو ممكن نتلفاها سنوات القادمة مع الأستاذ أيمن عبداللطيف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أهلا بيك فاند أهلا بيك والسادة المشاهدين أهلا بحضرتك خلينا نتكلم عن السمصرة في البداية إزاي السمصرة استغلت المواطنين بهذا الشكل من خلال تنظيم رحلات حج غير منظمة بتأشيرة سياحة أو تأشيرة زيارة قفت كل مكان في الدنيا هي إسناد الأمر غير أحلو المشكلة الرئيسية أن السمصر دلوقتي حاليا توغل وإحنا كمصريين للأسف في الكرة وفي النجوع وفي الأماكن الناس الطيبين بيعتمدوا على إسا مصر طيب النهاردة بالنسبة ليه موضوع إسا مصر اللي بيحصل إيه وهكلمك بمنطقة الصراحة بنا بنفتح باب النهاردة كل أو معظم الناس اللي بتشتغل وبتكلم بمنطقة الصراحة اللي بتشتغل في أئمة في مساجد اللي بيشتغلوا في دكاترة اللي بيشتغلوا في مدرسين اللي بيشتغلوا في هيئات اللي بيشتغلوا في نقابات الجمعيات الحج والعمرة كل الناس دي تحولت في لحظة ما إلى سمصرة حج وعمرة مش كلهم طبعاً أقول بعض عشان ما نتهمش الكل ولكن ده بقى الأمر الغالب في الشرع المصري طب الفرق بينهم بقى وبين شركة السياحة شركة السياحة هي شركة مرخصة من وزارة السياحة لها رخصة ولها رقم وعندها مشرفين وعندها كل ما يساعد الحج على أن يوصل بدليل أن أنت هتلاقي أن كل معظم اللي حصل في شركة السياحة ما فيش فقد واحد ما فيش حد جالوا ضربة شمس ليه؟ لأن معاها بعصة طبية معاها مشرفين على أعلى مستوى أنا هنا مش في دفاع عن شركة السياحة بقد النظام إزاي؟ أنا النهاردة مرخص ليا هذا الأمر فبالتالي أنا بسير عليه بمعنى أنا النهاردة دكتور ما ينفع شابني عمارة وبالتالي النهاردة إسناد الأمر الغير أهل هو السمصار بيجيب لك بس التأشيرة يعني؟ طبعا السمصار حضرتك بيحصل كالقاتي السمصار دلوقتي توغل في الأمر مش بيجيب التأشيرة بس إحنا كل علاقتنا بالسمصار كشركات سياحة هو البر كود فقط لغير البر كود ده إحنا بنصدره علشان يسمح به الخروج برة بتأشيرة السياحة طيب إحنا طالبنا كغرفة شركات سياحة والسفر طالبنا وزارة السياحة بإيقاف إصدار البر كود لأنه وحذرنا من هذا الأمر بمنشور رسمي من الغرفة بنقول يا جماعة الخير إحنا في مشكلة هتحصل نتيجة تأشيرات الزيارة اللي راح الحج واستشرفنا هذا الأمر قريب جدا وقلنا من رمضان اللي فات يا جماعة فيه مجموعات بتطلع كبيرة جدا غير نظامية وبتروح تقعد في العزيزية اللي هي قريبة من منا يا جماعة نحذر هذا الأمر وحذرنا من هذا الأمر وطبعا إحنا المشكلة الرئيسية إن انت لو وقفت البر كود المسافر هيسافر بدون رسوم الرسوم دي ما بتخشش غرفة شركات سياحة دي بتخش للدولة اصدرنا من هذا الأمر ولكن استمر هذا الأمر لأنك لازم تصفر الناس فبالتالي بقى علاقتها هي إصدار البر كود فقط لغيرك التنظيم بقى بينظموا السمسرة كلهم بدليل إنهم كانوا بيوعدوهم أنا بقى طالب أولا الأول إحنا بنعزي أهالي المتوفيين كلهم في مصر وبنقول لهم يعني إن شاء الله ربنا نتقبلهم عنده بنطالب كل أهالي المتوفيين إنهم يتواصلوا مع الغرفة ويبلغون بالناس اللي هم أخدوا منهم الفلوس علشان إحنا قررنا إن إحنا ندافع عن هؤلاء الناس بمحامين من الغرفة وندافع عن الأهالي جي ونجيب لهم حقهم المهضورة في هذا الأمر ده رقم واحد رقم اتنين يجب على كل حد تعرض للنصب من سمصار في مركزه في قريته في أي مكان يروح للإسم التابع لي ويبلغ بالسمصار وإسمه وإنه خد الفلوس حتى لو شركة سياحة رسمية وقعت في هذا الأمر يبلغ عنها لأن هنا لها وادة بغ برضو أنا عايزة للحركة إحنا بنتكلم برضو عن مظهر ديني يعني حد حيقول لك ده هو سهل لي وجاب لي التأشيرة ما هو ما كانش أصدق ده هو ما كانش يعني هي المشكلة أن أنت بتتعامل مع موقف حساس حبتين ما هواش يعني ليه علاقة بحاجة تاني هو شعيرة دينية في النهاية تمام فأنت عشان تقول بلغ عنه أو اعمل هو في النهاية حيقول لك ما هو أرخص من شركة السياحة يعني المواطن برضو بيدور على التوفير أيها بس في الآخر قدّى لإيه يعني هو أدى طبعاً لكارسة طيب إحنا بنقول دلوقتي التوفير هنا التوفير هنا حصل إزاي التوفير النهاردة حضرتك أنه هو النهاردة ما أقدم لكش أي خدمات هل هو النهاردة أقدم مطوفين هل النهاردة هو أقدم بساط هل هو النهاردة أقدم سكن في مكة وفي المدينة النهاردة هو اللي حصل بالضبط أنه بياخدهم يحطوهم فيه في سكن رضيء جداً في العزيزية وبيسيبهم هناك وبيمشي لما جت الحكومة السعودية بتطبق القانون الخاص بيها لأن تأشيرة الزيارة غير مصرح لها بالحج وبتخرج الناس وبتوديهم بره مكة بره مكان مكة الناس بترجع تاني تروح السمصار هنا اختفى هنا بقى السمصار اللي واخد 180 ألف جنيه عمل إيه بال180 ألف جنيه خدهم كلهم عنده جابت تسكارة الطيران وخلاص هل ألزم بقى بسكن للناس دي في مكة وفي المدينة هل ألزم بتوفير التوافى لهم في عرفات وسكن في عرفات هل التزم بتسكين الناس دي في منا هل التزم بإني في بصات توصلهم ده ما التزمش بيه يبقى هو النهاردة خد دعف ما تأخذه شركات سياح اللي هي أصلا مصعارة من خلال وزارة سياح نحن النهاردة ما افتقتناش على الناس ولو قلت لي حضرتك أن الأسعار زالت هقول لحضرتك الأسعار زالت لأن معظم الخدمات اللي بتقدم للحج المصري بتقدم من خلال خدمات في السعودية فالسعر هناك بيبقى بالريال فلما تيجي تحول الأسعار بالريال إلى الجنيه المصري هتكتشف أن الأسعار هي اللي عاملة كده هناك في السعودية لو الخدمات مصرية هنا هتكتشف أن الأسعار هي أسعار السوق الحقيقية طب أنا بقى حاجة أقول لحضرتك حاجة إحنا إزاي نبعد السمصار ده خلينا نتكلم في الإيجابيات ونقول إزاي نبعد السمصار النهاردة إحنا مصر بناخد واحد في المليون إحنا النهاردة حسب السح والإسكان إنت عندك النهاردة حوالي هنقول مئة مليون يبقى أنت عليك مئة ألف النهاردة إحنا مطلعين خمسين ألف بس طلعين خمسين ألف بس وتنزلنا عن خمسة وعشرين ألف لأن خمسة وعشرين أفتنم ما يرجعهم إلى السعودية طب النهاردة لو الناس دي كانت أسند إلى شركات سياحة هذا الأمر والناس سفرت الناس في الحكاية دي كانت النهاردة الكارسة قلت شوي نمرة أتنين الضوابط بتقول أن الحج ما يحجش تاني طبعاً الكلام ده لازم يتم مراجعته لأن المفروض والحقيقة كمان لو معايا فلوس ما أنا منحقي أن أنا حج تاني ما أنا هحكي الحضرتك أما تكلمش على حج القرع ما هو أنت النهاردة بتتجه للحج التاني ليه لأن قانوناً أنا بمنعك أنك تحج لما تكون حجت مر بنروح نجيب شاري التحرقات بيقولوا أن أنت روحت الشعيرة وحجيت من عشر سنين من عشرين سنة ما بيدخلكش القرع أنا بقو طالب أن نرجع تاني كل خمس سنين الناس تحج لأن في ناس مثلاً حجت من التسعينات وعايزة تختم حياتها فعايزة تحج فما بتروح تقدم في القرع ما بتتقبلش لأن هي حجت قبل كده صح فده لابد من تعديل بعض بالضوابط اللي هي بتسهل على الناس أنها هتمشي في الحج النظام وده مهم جداً نمرة اتنين إحنا قدمنا بلغات كبيرة جداً 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 في حاجة اسمها مكافحة الانترنت في وزارة الداخلية عن طريق وزارة السياحة قدمنا ملف كامل كورفة بهذا الأمر إيه اللي حصل؟ ولا حاجة ليه؟ لأن النهاردة أنت بتقفل دكان بيتفتح لك مئة ألف دكان سمسة صح فالنهاردة لابد من منع هذا الأمر يعني هم موجودين على السوشيال ميديا في كل مكان حضرتك وإحنا مقدمين أوراق كثيرة جداً جداً نتكلم أننا بتقفل دكان يفتح لك مئة ألف دكان تانية ومجلس الوزراء صحب ترخيص 16 شركة سياحية اللي هي سياحة اللي هي شركات سمسرة آه كلمنا عنها كلمنا عن خطوة النهاردة تجاه أن إحنا ده ما يحصلش تاني في المستقبل حكي لنا الخطوة دي أهميتها إيه؟ بص حضرتك هو يعني طبعاً مشكور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشكور جداً الدكتور مصطفى مدبولي بأنه اهتم بهذا الأمر لأنه كان هذا الأمر ملف شائق جداً وملف زي مع حضرتك بتقولي أن هي ملف بيتكلم عن شعيرة إسلامية وده مهم جداً بالنسبة كمصريين لكن إحنا النهاردة بنقول ما ينفعش النهاردة أن الدكتور يروح يبني عمارة أو أن المهندس يروح يعالج مريض نفس الكلام ما ينفعش السمسرة النهاردة يبقى مسؤول عن ناس يطلعهم حج وعمرة بدون ناس مع مشرفين خبرات وناس عندها قدرة عالية جداً على قدرة ملف حج وعمرة في السعودية من خلال مطوفين من خلال بساط من خلال نقل من خلال إشراف طبي كل الكلام ده وفرته وزارة السياحة النهاردة مع الناس النهاردة احنا فيه في مصر ولازم نبقى عارفين كده فيه تلت جهات بتنظم الحج في مصر وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة النهاردة أنا بنصح الناس كلها كاملة حتى اللي هم الناس البسطة اللي كانوا بيروحوا لسه مصر واسباحين أنا هفتح الملف الشائق ده بقوة ما فيه السمصار بيجيب جواز لشركة سياحة عشان يطلعوا في الحج النظامي إلا وبياخد عليه عمولة كبيرة جدا يعني في الحج ما تقلوا عملته عن خمس تلاف جنيه وفي العمرة لا تقلوا عملته عن ثلاث تلاف جنيه وبيطلع فبالتالي هو اللي مستفيد وهو اللي بيستفيد من الفلوس اللي انت بتقدمها يعني انت لو رحت مباشرة هو بالناشد هذا الأمر بالناشد تروح لشركة مرخصة لها رقم مرخص وتسأل عنها في الوزارة والوزارة كانت منزلة إعلان بهذا الأمر بتقول يا جماعة ابحثوا عن الشركات المرخصة في هذا الموقع وخشوا عليه وشوفوا النهاردة احنا الناس البسطاء عندنا بيجي مثلا معلش امام مسجد او بيجي حلاء او بيجي دكتور او بيجي مدرس وبيقول للناس انا هتلعكو هوصلكو عشان يعرف حد في السعودية او يعرف حد هنا او يعرف حد هنا المشكلة الرئاسية ان احنا الناس البسطة زي ما انت حضرتك بتقولي والاستاذ الفضل المحترم بيقول الناس شريعة دينية فالناس بتقول اه ده انا هروح وارخيص النهاردة بيكتشفوا انهم بيدفعوا النهاردة اللي كان بيخرج برا مكة كان بيرجع يدفع الف ريال يعني 13 الف جنيه عشان يخش بس من جدة لمكة بمخاطرة شديدة جدا في الجبال وحاجة صعبة جدا ونس كبار عشان كده عدد الوفيات ودي هنلتفت اليها ربنا يرحم كل المزي وتقبلهم ان شاء الله عنده الوفيات تمت نتيجة ايه ان السناصر بلغوا معظم الحجاج ان هم يخلوا جوازاتهم في اماكن السكن عشان لو تمسكوا محدش يعرف يبصامهم او محدش يعرف يستولى عليهم سريعا الغرفة تستعدى زي للموسم الجديد ان شاء الله الغرفة السنة دي ان شاء الله بإذن الله تم الانتخاب والناس موجودة على اعلى مستوى والناس ان شاء الله بتبتدي النهاردة تدرس الضواب وتدرس القصور كلها كاملة علشان توصل للهدف الاسمة ان النهاردة ان شاء الله هيكون موسم بلا اي مشاكل وان شاء الله هيتم فيه ضوابط كبيرة جدا لمنع كل السماصرة والمندوبين في الوصول للامر ده شكرا لك استاذ ايمان عبداللطيف عضو الاتحاد المصري للغرف السيحية شكرا جزيلا لحركتك وطبعا قلوبنا مع اهالي المتوفين ربنا ارحمهم يعني طبعا توفوا في اوقات مفترجة وفي مشاعر مقدسة